كل التحية لمنظومة الاهلي بالكامل المنظومة كلها لان كله بيكمل بعض كل التحية للجهاز الفني كل التحية للعبين الرجالة اللي كتير شكك فيهم بس هما بيردوا في الملعب دي حقيقة هما بيردوا في الملعب بيردوا بانتصارات وبطولات كبيرة بيحققوا انجازات عظيمة انجازات احنا بقلنا فترة ونشوفش عدد البطولات في موسم واحد بالشكل ده من ساعة جيل جزيه والفرقة العظيمة اللي كانت معاه فالناس دي تستحق كل التحية والتقدير الناس دي بتتعب جامد الناس دي عليهم ضغوط كتير قوي قوي على كل مستويات بقى سواء مجلس ادارة جهاز فني لعبين انت دايما بيبع عليك حملات تشكيك حتى وانت في عز ما انت ماشي كويس لو خزرت ومبرار تلاقي الدنيا تقلبت اول نادي اهلي طبيعي بينتقط بس ساعات دي بيبقى في حاجات غير منطقية في الحقيقة يعني ان انت تواجه كل هذه الظروف وتقدر تحقق هذا الكمل من الالقاب فده انجاز واعجاز كبير قوي لازم لازم الناس دي تاخد حقها الجهاز الفني واللعبين لازم ياخدوا حقهم المدير الفني مستر بيتسو موسماني ده اكتر واحد في فترة قليلة قوي يتعرض للانتقاط بهذا الشكل الناس اللي بتطلع تتريع عليه واللي يطلع يقولك ده مش مدرب ويطلع يقولك اداء الاهلي وحش من غير ما يبص للظروف اللي حوالين الاهلي اللي مخلي اداء الاهلي وحش سواء بقى ضغط مطشاط اصابات ظروف كتير جدا طبيعي جدا ان هي تأثر على اداءك لكن بصراحة ما بتأثرش على النتيجة النتائج موجودة رغم ان انت متأثر ومجهد لكن انت بتكسب بطولات وانا بالتحديد بخلاف ان دي البطولة الرابعة تعتبر لنادي الاهلي في الموسم بعد دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا ده السوبر البطولة الرقم 4 اللي هي المفروض كانت تلاعب بدري شوية لكن طبعا تبقى للظروف يعني احنا عارفينها فمعادة هتأخر شوية فمفروض دي بطولة تضاف للتالت بطولات اللي قبل كده وفي بطولة تانية المفروض ان احنا نلعب عليها اللي هي السوبر المصر اللي هي فجأة كده ما نهاش في الجدوة للمباريات وتشالت معرفش الاتحاد نسيها ولا ايو ما عرفش على تتلاعب ولا لأ لكن في كل الاحوال انت بتاخد بطولات مهمة ورغم كل الظروف دي انت بتكسب الشهرين اللي فاتوا لو نفتكر الاهلي كان بيلعب بشكل متتالي كل 72 ساعة مباراة ايه المكاسب اللي انت خرجت بيها من المرحلة دي انت حققت السوبر انت لو كسبت مطشطك المؤجلة تبقى بطل الدوري المصري انت في نص نهائي دوري ابطال افريقيا رغم كل الظروف دي رغم كل الظروف والانتقادات والضغوط وكل المعقاط انت ما اكسرتش حاجة بالعكس انت بتكسب بطولة بتوصل لمرحلة حسيمة بطولة تانية وكمان لو كسبت مطشطك المؤجلة انت بطل الدوري او انت المركز الاول في الدوري في مكانك الطبيعي يعني فالاهلي بصراحة انجز على مدار الفترة اللي فاتي دي بخلاف كمان الكلام اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه ده انت بيرجعلك عدد كبير جدا من اللعبة المصابة اللي اكيد هترجح كفتك خلال الفترة اللي جاية انت بفترة كمان اللي جاية دي عندك لسه ماتش يوم الجمعة في كاس مصر ففيه مساحة انك تستريح فيه مساحة ان الجهاز الفني يشتغل فيه مساحة ان الجهاز الفني يوصل افقاره يعمل شغله الفني والتيكتيكي في التدريبات فيه مساحة ان اللعبة تاخد او تعمل عملية تستشفى مريحة شوية تساعدهم اما هم اقولنا بقى المعادلة الصعبة اللي هي بقى اداء ونتيجة عندها الشخصية هم هم بيردوا علينا الناس بصراحة بيجيبوا لنا بطولات وبيجيبوا لنا القاب ده بخلاف كمان برنزية كاس العالم وده انجاز كبير برضو ان الجيل ده اول مرة يشارك في كاس العالم بيطلع المركز التالي فبصراحة حاجة كبيرة جدا مش احنا بقى ايه مش احنا مش الاهلي مش جمهوره مش ثقافة الاهلوية اللي يقولك احنا كده زي فل كفاية قوي احنا كده كسبنا كل القاب مش عايزين حاجة تاني لا مش احنا لا احنا جعانين بطولات احنا ما بنشبعش الفرقة دي او مختلف الاجياء اللي بتمر عن نادي الاهلي هو الثقافة عندهم العقلية مختلفة عن اي نادي تاني عن اي نادي تاني انت اي بطول عايز انت كسبت من برح بطولة لا انت تتفكر في اللي جاي انت عايز تكسب كاس مصر وعايز تكسب الدوري وعايز تكسب دوري عبطال افريقيا وتروح كاس العالم وتعمل اكتر حاجة تقدر تعملها في البطولة دي وعايز تاخد السوبر المصري كمان احنا ما بنشبعش بطولات احنا مش بطولة او اتنين خلونا خلاص نستكفى بكده يعني لا 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 خالص مش الاهلي مش الاهلي ومش هتلاقي اي نادي تاني بالطريقة دي العقلية والثقافة بتاعت الاهلي والسيستم بتاعه مختلف احنا ما بنشبعش بطولات احنا لسه مستانين من الناس دي بطولات فرحنا مبارح ونفرح كمان النهاردة نفيش مشكلة نفرح يومين تلاتة كمان فيش مشكلة لحد اما الفريق يرجع تدريباته نبتدي بقى نركز في اللي جاي نبتدي ندور على البطولة اللي بعديها عشان يفضل النادي الاهلي اسمه كبير عشان يفضل النادي الاهلي في حتة تانية خالص في حتة تانية لوحده خالص عن اي نادي تاني معكمل الاحترام لكل عندها طبعا